مين اللي عنده القدرة أن فيه خلق الكل عدد بكر كل الخليقة في عدد 16 فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات ومعلى الأرض إحنا لا ندرك ما في السماوات ولا ندرك معلى الأرض إلى الآن ما يرى وما لا يرى نعم يعني واحد من الشخصيات المحترمة كان بتقول كل هذه الاكتشافات بأعظم التلسكوبات الفضائية وكل ده اسمه الكون المعروف غير الكون الغير معروف ما لا يرى وكل ما نكتشف تلسكوب أعظم وصنارة أبعد لكن سيظل كون غير معروف مهول سواء كان عروش أم سيادات أم رياسات أم سلاطين أي أن كل المخلوقات سواء مخلوقات بشرية أو مخلوقات روحية هو اللي خلقها الكل به دي تاني واحدة يعني يرى وما لا يرى نعم بالزبط ففيه خلقة أين المشروع بالكامل اكتملت صورة المشروع الكاملة في داخله طيب إذن محتاجين مادة خامة عشان يخلق المادة محتاج ملايين المليارات من الأطنان من الهيدروجين والأكسوجين والحديد والنحاس ومن به محتاج يعمل جثة الإنسان مين به محتاج يخلق روح إنسان يمين به يهوى إلهيم الرب والإله الرب يسوع في يوم الأيام تقابل مع الأعمى المولود أعمى ده ما عندوش عنين ما عندوش حتى لو عنده عنين ومولود أعمى العصب البصري والشبكية وكل مراكز الإبصار في داخل المخ مش موجود يعني موجودة ونوت فانكشنينج مش شغالة إزاي هو هو بتاع تكوين اتنين اللي مسك من الطين من طراب الأرض وخلق الجسد تفل في الأرض وصنع طينا وطلب الطين عيني الأعمى وقال له إذا باختسل فأتى بصيرا مين ده مين ده لازي يخلق من الطين خلق من الطين فبه الكل به قد خلق فهو بكر كل خليقة فهو له السيادة والأولوية لأن فيه تكون المشروع له الأولوية والسيادة لأن به تأسس المشروع أيضا له قد خلق الكل خلق ليمجده ليمجده السموات تحدث بمجده الفلك يغبر بعمل يديه كل ما نشوف السيس كل ما نشوف أنواع الفواكه كنا نبداك المشروعية أنا دائما أنظر إلى هذا التنوع المزهل أقول له أنت مزهل يا رب فيش زيك أنا كنت طبيب في محاضرات علم الأعصاب المخوى الأعصاب مش معقولة مش معقولة كنت بيكون قاعد في المحاضرة السيس كأنه قاعد في اجتماع فيه أروع فريق تسبيح في العالم السجود والترنم في داخلي بسبب عظمة فقط النظام العصبي تفاصيل الدقيقة تفاصيل الدقيقة يفرز ويعدم تصازه وبوتاسيوم وماغنيسيوم وألمونيوم أوه أنا يعني بعض الشيء سهمت في زمان في متابعة مرضى الفشل الكلوي لما بيجي الكليا دي يعملوا كليا بتوبها في حجم الأستوديو ثلاث مرات حاجة عشان يعملوا كليا كافية لعمل غسيل ومش قادرة تخلص الألمونيوم من الدم في الآخر المرضى بيترصب الألمونيوم إلى أنيوني حياتهم حاجة مرعبة يعني إزاي له اتمجد المسيح في الخلق له خلقه لكل أيضا ربع حاجة لأنه بك لكل الخلق فيه يقوم الكل هو اللي فيه تأسس الخلق وتكونة الصورة في داخله وهو اللي بدأ الخلق كل شيء به كان وهو له قد خلق هو الهدف وفيما بينهما استمرار الخلق في تماسكها بسببه فيه يقوم الكل أي أن الكل مستمر في الوجود فقط بسببه حامل كل الأشياء بكلمة قدرته بكلمة قدرته عشان كده شيء طبيعي يكون هو البكر البكر هو رب الأسرة هو الحاكم الطبيعي لو رجعت في العهد القديم يعقوب هو اللي تولد نمبر تو هو الخد البكورية أي هو رب الأسرة هو الحاكم فهو ونصيب اتنين ولهو نصيب اتنين مش كده فبالتالي نفس القصة المسيح كان بكر مش مقصود بيها اللي تولد أولا والمخلق أولا لكن المقصود بيها رب الأسرة فشيء طبيعي أن رب الأسرة هو اللي يحفظ الأسرة وشيء طبيعي أن بكر بكر الأسرة هو يحفظ الأسرة بكر الخليقة هو اللي يحفظ الخليقة الحافظ والمعيمن لكل المجد ترجمة نانسي قنقر